بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم أحبابي في كل صلاة الفرض والنفل ندعو الله جل وعلا فنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هنا نسأل الله جل وعلا أن يهدينا هذا الطريق الطريق الوسط الذي لا التواء فيه لا إفراط ولا تفريط لا غلوة ولا تقصير لا إجحاف ولا تمييع بل طريق وسط ولذا يقول بعض أهل العلم وهو يصف هذا الطريق يقول كأن الذي يسلك هذا الطريق كأنه يرى من نافذة عالية وهذه النافذة تطل على طرق كثيرة لكن هذا الطريق في وسط هذه الطرق وتلك الطرق معوجة تأخذ ذات اليمين وتأخذ ذات الشمال وبينها هذا الطريق الوسط المعتدل هذا هو طريق الحق هذا هو الصراط المستقيم هذا هو الإسلام هذا هو دين الوسط وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَى أي عُدُولًا خِيَارًا تَعْدِلُونَ فِي كُلِّ شَيْءٍ ولهذا أهل السنة والجماعة وسط وسط بين الخوارج وبين المرجئة ووسط بين الغلات والجفات في محبة النبي صلى الله عليه وسلم والقيام بحقوقه ووسط بين القدرية والجبرية في باب القدر الجبرية يقولون إن الإنسان مجبور على عمله فهو كالريح كالريشة في مهب الريح يحركها تحرك وليس لها قدرة وليس لها أمر ولا نهي ولا تستطيع أن تفعل شيء والقدرية يقولون أنف القدر أنف بمعنى أن العبد يعلم عن حاله قبل ربه العياذ بالله أهل السنة وسط في هذا الباب ولهذا لو أخذنا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في تعامله علاقاته تربية لأصحابه عليه الصلاة والسلام انظر حينما جاء الأعرابي وبال في المسجد وهم به الصحابة سوءا ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتركوه لا تعجلوه دعوه ثم ناداه وقال يا هذا إن المساجد هذه المساجد لا تصلح لمثل هذا البول هذه أماكن عبادة وطاعة بهذا بهذا التعامل الراقي فتح الرسول صلى الله عليه وسلم قلب هذا الرجل ولما جاء ولما جاء الآخر يقول يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك فقام فقام الصحابة حتى جاء في الحديث أنه جبذ جرة في ثوب حتى أثر في صفحة عنقه قال يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك فقام الصحابة وأرادوا به أمرا هموا به أمرا أن يضربوه أن يقتلوه لأن آذى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعوه إيتنا غدا يعني تعال غدا فجاء الرجل من الغد فقام الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاه من المال شيئا فقال والله إنك لا أحب الخلق إلي شب الأمس جبذ ثوبة قال والله إنك أحب الخلق إلي ثم ول فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل هذا كمثل رجل أضل راحلته فلحقها الناس فزادوها بعدا يعني ناقته هربت منه فتبع الناس ليردوها لكن كل ما لحقوها هربت فتبع الناس فزادوها بعدا فأخذ لها من قمام الأرض المال تراب فجاءت إليه طائعة مختارة وإني لو تركتكم وما أردتم بالأمس فقتلتموه لدخل النام هذا هو تعامل الحبيب صلى الله عليه وسلم الجارية تأخذ بيده الجارية تأخذ بيده توقف بالشارع تسأله هذا هو المنهج الراشد المنهج الرائد في مسألة التعامل فلا غلو ولا إفراط ولا تفريط ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لن يشاد الدين أحد إلا غلبه إن هذا الدين يسر لن يغلب عسر يسرين فإن مع العسر يسر إن مع العسر يسر وقال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وقال لمعاذ وأبي موسى حينما بعثهم إلى اليمن دعاة قال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتشاور تطاوع وتشاور ولا تختلف وقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار لا يكلف الله نفسا إلا وسعه اتقوا الله ما استطعتم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم هذا هو الدين دين رفق دين يسر ما في كلفة ولا مشقة ولهذا لما جاء النفر الثلاثة لما جاءوا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها قالوا هذا رجل غفر غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأصوم أصوم ولا أفطر وقال الآخر أنا أقوم الليل ولا أنا وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء فبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم مقالتهم فقال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام يعني يقوم الليل وينام وأتزوج النساء وأتزوج النساء فمن رغب هذا الشهد فمن رغب عن سنتي فليس مني هذا هو الدين يا أحباب ولهذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يتشددون ويغلون ويخرجون على الناس وصفهم بأبشع الصفات فقال عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئض هذا أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاته وصيامكم عند صيامهم وعبادتكم عند عبادتهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره هذا هو التشدد وهذا خروج عن المنهج الوسط نحن أمة الوسط ولهذا ديننا لا عنة فيه ولا غلو ديننا لا تكليف فيه فوق الطاقة ومن المقواعد المقررة المشقة تجلب التيسير لا واجب مع عدم القدرة ولا محرمة مع الضرورة ولهذا من القواعد الضرورات تبيح المحذورات فما يأتينا إنسان ويقول لا أنا لا أنام أقوم الليل كله نقول خرجت عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يأتينا إنسان ويطالب الناس ب بأشياء يكلفهم فوق ما يطيقون نقول لا ولا يأتينا إنسان فض في تعامله غليظ لا يرفق بالناس ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم وصفه ربه جل وعلا بأنه رؤوف رحيم وأنه على خلق عظيم هذه الأخلاق وتلك السمات ينبغي أن نقتدي بها وأن نتعلمها وأن نسير عليها فالإنسان يرفق بإخوانه في دخوله وخروجه حتى دخوله للحرم وخروجه من الحرم وطوافع عند الكعبة يرفق بإخوانه ولا يعنفهم ولا يعنف عليهم ولا يزاحمهم ولا يضيقهم لا ترتكب محظورا وأنت تريد أن تأتي بسنة تقع في المحظور وهو أذية المؤمنين لتحصيل لتحصيل سنة لا أترك هذه السنة بعض الناس الآن ياتي ليقبل الحجر لكنه لا يصل إليه إلا بعد أن يؤذي عدد من المسلمين والمسلمات هذا غلط إذا أراد أن يدخل الحرم تجده يؤذي في الطريق يؤذي أيضا في صوته إذا كان الإسلام ربانا على عدم رفع الصوت بالقرآن بالقرآن وأنت تقرأ القرآن عندك نائم عندك مصلي لا ترفع صوتك بالقرآن فكيف بأذية المؤمنين ومن أذية المؤمنين سماع الأصوات للجوالات كل الجوال على نغمات موسيقية هذه أذية للمؤمنين وخروج عن المنهج الحق في هذا نعم هذه الأمة هي أمة الوسط ولهذا الفكر الضال الفكر الضال هذا الفكر الوسطية تقضي عليه الوسطية تقضي عليه قضاءا تاما كيف ذلك لأن هذا الفكر يدعو للتفرق يدعو للظلال يدعو للعنف يدعو للخروج على الناس ومن المسلم عند أهل السنة والجماعة أنه لا دين إلا بجماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بطاعة لاحظة التلازم بين هذه الأمور لا دين إلا بجماعة تقوم به ولا جماعة إلا بإمامة لا بد من رأس ولا إمامة إلا بطاعة وصدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني فهذا التلازم هذا التلازم بين هذه الأمور هذا أمر مسلم ومقرر عند أهل السنة والجماعة لا يصلح الناس فوضى لا سرات له لا بد من إمامة قيادة ولا بد من تمام الطاعة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع وأراد أن يشق عصى الطاعة فاقتلوه كائنا من كان وأوصانا ربنا جل وعلا بالاعتصام وعدم التفرق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كونوا جميعا يا بنيا إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا أحد تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسر وإذا افترقنا تكسرت أفراد فالناس مأمورين أن يجتمعوا وأن يتوحدوا على المنهج الحق على الصراط المستقيم ويكون منهجهم الطاعة السمع والطاعة بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم هذا هو المنهج الوسط في ديننا ولهذا عاشت الأمة ردحا من الزمان تتفيأ ظلال العدل والخير ولله الحمد والمن وما زلنا في هذا البلد المبارك بلاد الحرمين الشريفين ما زلنا نتفيأ ظلال الأمن الوارف وهذه نعمة أولم نمكن لهم حرما آمن وجبى إليه ثمرات كل شيء هذا الأمن الوارف لهذه البلاد هذا من تمامي من تمام الطاعة وتمامي تحكيم الشرع المطهر فنحمد الله ونشكره على نعمه الظاهر والباطل أحبابي نحن مطالبون كل واحد مننا لأن كل واحد على ثغرة من ثغور الإسلام مطالبون بلزوم هذا المنهج بلزوم منهج الوسط منهج الاعتدال عدم الشذود إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية ومن شذ شذ في النار فإذا تحققت الطاعة وتحققت الوحدة فهنا لا تسأل عن الخير في هذا المجتمع وخذوا مثالاً واحداً هذه الصفوف الآن في الصلاة في هذا المكان في حرم الله الآمن هذه الصفوف المنتظمة المتراصة المترابطة المتوحدة التي تأتمر بأمر واحد إمام يركعون إذا ركع ويسجدون إذا سجد ويقومون إذا قام ألا يدل هذا على عظمة هذا الدين ألا يدل هذا على وسطية هذا الدين أيضاً في رمضان هذه الآلاف المؤلفة تفطر في ثانية واحدة إذا قال المؤذن الله أكبر يفطر هؤلاء الجموع الغفيرة في هذا المسجد المسجد النبوي المساجد الكبيرة تفطرون في وقت واحد في ثانية واحدة أليس هذا مظهر من مظاهر وحدة هذه الأمة اتحاد المسلمين ولهذا لا غرابة أن يسلم بعض الكفار إذا رأوا مثل هذه المناظر إذا رأوا مثل هذه المناظر دعاهم ذلك إلى الإسلام لأن هذا مظهر من مظاهر وحدة المسلمين وترابطهم وعدم تفرقهم ولهذا نحرص على لزوم الجماعة وعدم التفرق يقول صلى الله عليه وسلم ستفترق افترقت اليهود على 71 فرقة افترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه نلزم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه نلزم المنهج الوسط منهج الاعتدال لا يكون عندنا غلو ولا إفراط الشيطان له ثلاث طرق له ثلاث طرق لبني آدم طريق الشهوات وطريق الشبهات وطريق الوسوسة والخطرات طريق الشهوات واضح يزين لابن آدم المعصية الشهوة وطريق الشبهة هذا هو الخطير وهذا هو الذي اخترق اخترق الأعداء شبابنا من خلاله زينوا لهم بعض الشبهات فخرجوا على مجتمعهم وضربوا اليد التي امتدت لهم بالنعمة والعطاء فاحذر يا عبد الله أن يستجرك الشيطان ويستفزك ويجرك إلى حزبه وجنده واحرص رعاك الله على لزوم منهج أهل السنة والجماعة منهج الوسط المنهج المعتدل الذي تدعو ربك صباح مساء أن يهديك الصراط المستقيم ثم أيها الأحباب ربنا جل وعلم تن على عباده بقوله بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لابد من الأمن إذا أمن الإنسان فهنا يستطيع أن يؤدي عبادته يؤدي طاعته وأما إذا خاف لا يستطيع لا يستطيع أن يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يؤدي عبادته على الوجه المشروع لا يؤديها على الوجه المشروع هذه نعمة من الله جل وعلا امتن بها على عباده نعمة الأمن التي لا تعدلها نعمة بعد الهداية للدين ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره آمن في سربه يعني في مكانه ومحله معافى في بدنه صحة وعافية عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره وهو القائل صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وشبابك قبل هرمك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك وصحتك قبل مرضك وهو القائل صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به نحاسب عنه المال داخلا ثم خارجا وفيما صرفناه ومن أين يكسبه لابد أن نحاسب على هذا المال فأنت إذا وفقك الله جل وعلا ورزقك الأمن والأمان والطمأنينة ورغد العيش والصحة فعيش آمنا مطمئنا لكن انظر إلى من حولك في بعض البلاد التي لا يأمنون على أنفسهم ولا يأمنون على محارمهم ولا يأمنون على أموالهم اعتدى عليهم الأعداء حتى سلبوهم أموالهم وانتهكوا أعراضهم وأزهقوا أرواحهم فإلى الله المشتكى ونسأل الله جل وعلا أن يبعث لأمة الإسلام ناصرا وأن يوفق المسلمين للوحدة والاتحاد وأن يوفق أولاة الأمر أولاة أمر المسلمين لكل خير وأن يأخذ بأيديه لما فيه خير البلاد والعباد إن هذه الأمة أيها الأحباب الأمة الوسط تحتاج إلى أن يكون كل فرد منها مهتما بنفسه مهتما بمن حوله فوالله لو أصلح الإنسان نفسه وتعهدها وتعهد من حوله وأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راعٍ وكلكم مسؤون عن رعية وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن وقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا وقووا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة لو أخذنا بهذا المنهج لاستقام تحوالنا وتيسر تمورنا فاللهم يا حي يا قيوم اجعل لنا من كل هم من فرجة ومن كل ضيق مخرجة واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وأزواجنا وذرياتنا واجزي اللهم أولاة أمرنا خير الجزاء وشكر الله جل وعلا لأولاة الأمر وللرئاسة العامة لشؤون المجد الحرام والمسجد النبوي ترتيب هذه الدروس المباركة وجزى الله معالي الشيخ عبد الرحمن سديس خيراً وعلى هذا الترتيب وهذا التوفيق ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بمعلمنا وأن يعلمنا ما جهلنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة